فوز مهم ذلك الذي حققه وفاق سلاح حينما استضاف ندي أهلي بورش بوريش في مباراة لم تكن تقبل القسمة على اثنين خاصة وأن الوفاق يصارع من أجل ضمان البقاء فكان الهدف الوحيد الذي سجله الوفاق غاليا ومفيدا في انتظار جولة الأخيرة التي ستحسم سباق البقاء ضمن حضرة ما بين الرب فوز مهم لوفاق سلاح قبل جولة من إزدار السيطار كيف سيرت هذه المباراة خاصة وأنها انتهت في شعطية الأول بالتعادل السفر مقابل السفر مقابلة كان صعبة وصعبة جدا حتى فريق بورش باريش كان تقريبا في نفس المطلبة التي كنا فيها كان لقاء صعب للفريقين لقاء كأس الحمد لله في النهاية فزنا باللقاء الذي كان صعب فيما قتلت ويعطينا بسيس أمل إن شاء الله ننتظر النتائج الأخرى إن شاء الله إن شاء الله فريق ما ينزل ستدارة جفة حسنا لأي فوز مهم لفريقكم اليوم أمام أهلي بورش باريش تقدر قلنا على هذه المباراة؟ السلام عليكم كنت مباراة في سعيدة وحمد لله هزات بالربحة وربحنا وحمد لله إن شاء الله يا ربنا من المطيع السلام عليكم أيمن اليوم سجدت الهدف الوحيد في المباراة ربما هدف مفيد لفريقك وخاصة وأنه نعرف أنك ابن ولاية بورج باريش وتعديدا بورج لغدير كيف شفت هذه المباراة؟ كانت مباراة جيدة بين فريقين يرعب على الشقور والحمد لله إحنا كانت حتمية الحوز وأدينا ما علينا والحمد لله سجدنا ويشمحونا على البرج ولاية عيلا غالب كثير منها كان الآن بين نداء القلب ونداء الواجب بمدناء أنت بألوال الوفاق يعني ألوال الوفاق يعني في ظل نحن في تبيد للأهل البرج سمع الله غالب